السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متبعي الأوفية سعيدة بلقائكم فيديو جديد على قناتكم عقارات أم ملك مرحبا وألف مرحبا بجميع المتبعي الكرام التي تتابعونا من داخل المغرب وكذلك من خارج المغرب اليوم كيفما تتشوفوا إخواني احنا قاعدين في الطريق هذا الشارع القدس عندنا لكاف معروض للكراء مساحة ديالو ميتين واربعين متر مربع في الشارع الرئيسي كيفما تتشوفوا على شاشة الفيديو حاولتكم إطلال على الشارع كل شيء في هذه المنطقة يعني لكاف ممكن أنه يتستغل للتجارة أو هكذا ديبو أو محل للبيع والشراء بحكم أن هذه المنطقة ما شاء الله منطقة جميلة مدينة ضربدة سيغلت أنه فيها مشاريع الكبيرة هذا هو الشارع فيها الطرام الرقم تتشوفوا على شاشة الفيديو الرقم ديال صاحب أدل لكاف توصلوا بي مباشرة إخواني هذه هي المنطقة التي تواجد بها كينا وفكاش هنتما بجنب يعني معل يعني في هدهر هدي اللي فيها هدل لكاف هذا محلات يعني تاو ممكريين كذلك هاد الباب اللي بالكحل كيف ما تتشوفوا راه هو الباب ديال لكاف ومهنتما إخواني تتشوفوا كل شي على شاشة الفيديو هاده هو الموقع دياله بالضبط مقابل مع واحد القهوة يعني أنفس معه غادينا نحاول نصورها لكم في آخر الفيديو هنا يا هاده هو لكاف كنستغل له مولاه كذيبو بساحة ديالورة كبيرة ما شاء الله الناس اللي مهتمين وجدين بالكيرة اتواصلوا بهاد السيد مباشرة تنعود نذكركم مساحة هي ميتين وربعين متر مربع لكاف بشارع القدس تمانتي يقول هو سبعالاف درهم الشهريين بدون تسباق وغالي يرى اللي غادي جير غادي نظاره غادي نصيب معه شوية يعني غادي نقص لهذا إخواني تواصلوا به تمان اللي قلنا في الفيديو هذا هو الثمن اللي قاسب على فدرهم ولكن يقدر ينقص شوية لهذا إخواني اللي مهتم يتواصل به مباشرة الناس اللي باغين هكذا يحطوا العقارات ديرهم على قناتنا مرحبا بكم إخواني معلكم إلا تواصلوا بنا على الرقم اللي تتلقوا في صندوق الوصفة ذاك الرقم رخاص بالقناة هكذا سنكون أعطيتكم جميع التفاصيل نقص شوفوا بقية التصوير مباشرة تتقطع الشانطية تتلقى واحد المقهى هيا هتشوفوها في التصوير معايا في الأخير ها ذاكرا هو الموقع اللي الناس اللي بغاوي انهم يجوا يشوفو هاد الديبو هذا يعني لكف معلوم إلا أنهم يديروا في لوكاليزاسيون اسم دي المقاوة الشارع القدس سيطع لي مباشرة للموقع دي المحال هكذا تنكون وصلت نهاية الفيديو كيف ما غتشوفوا معي إخواني في اللخر هنتم هذه هي القهوة اللي أونفاس معاه هنحاول نقربها لكم المهم تنكون وصلت نهاية الفيديو تنقول لكم السلامة على أمل اللقاء بكم في فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر